أقضى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ جلسة مباحثات مع المدير التنفيذي لسندوق المناخ الأخضر ذلك بمقر وزارة الخارجية وبدأ مدير صندوق المناخ الأخضر زيارة لمصر أمس حيث يلتقي كبار المسؤولين لبحث استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتغيرات المناخية نهاية العام الجاري ذلك بشرم الشيخ بالإضافة إلى استعراض أهم قضايا التغير المناخية